رغم تقدم الأبحاث خلال السنوات الأربعين الماضية منذ ظهور أول حالة إصابة بالإيدسا لا يزال هذا المرض يشكل رهاناً للصحة العامة وللخبراء في مختلف أنحاء العالم وفي يوم العالمي جددت منظمة الصحة العالمية عزمها على مواجهة تحديات مطلقة حملة تشجيع للمصابين بهذا الفيروس بنهاية عام 2020 يكون فيروس العوز المناعي قد تسبب في وفاة أكثر من 240 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط الذي يعرف وطيرة نمو متزايدة مقارنة بأي إقليم آخر من أقليم منظمة الصحة العالمية حسب رئيس المنظمة لإقليم شرق المتوسط وقد التزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للإيدز عزمه إنهاء هذا الفيروس بحلول العام 2030 مع مساعدة ما لا يقل عن 20 دولة في مكافحتها لهذا المرض وكبشرى لمن يحانون من مرض نقص المناخة المكتسبة دراسات حديثة أثبتت أن الحقن طويلة المفعول طريقة آمنة وفعالة لتقديم علاج لهذا المرض ووافقت على استخدامه للبالغين المصابين يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين علاج وصفه الخبراء بالثورية أنتجه المعهد البريطاني ووفق عليه اتخاذ الأدوية الإسكتلانتي ترجمة نانسي قنقر